تعالى نشوف تدريبات نحوية من امتحانات المحافظات اول محافظة هتقع معايا كده يا ترى هتكون قريبة ولا بعيدة محافظة طبعا من اقاسي الجنوب محافظة سهاج تحية طبعا لكل اصدقاء المعلمين والمعلمات بسهاج نشوف كده كنتم جدينة في العمل خلاص هي بتعبر فعلا عن الجنوب الجنوب فعلا ناس عندها جدية في العمل كنتم جدينة في العمل خلاص عند حسف الفعل الناسخ الفعل الناسخ يا استاذ كان هشيله بقى هتبقى جدون الله طب وفين الاسم اصلا حلل الجملة الاول هنا اولا كنتم يبقى انتم وجدين هنا الخبر خلاص جدين الخبر يبقى استاذ هتبقى جدون طب انا عندي اربع جمل في عندي اتنين فيهم جدون نخليهم يبقى انكم جدون ولا انتم جدون تعالى كده نشوف هنا كنتم لما شيل كان يبقى الضمير اللي هيعود كده عليهم انتم يبقى انتم ايه مبتدأ لضمير مبنى في محل الرفع مبتدأ وجدون هنا لايه الخبر اللي مرفوع بالواو لانه خلاص هنا تخلص من سيطرة كانة واخوتها اصبحت جملة اسمي ليس امامنا الا المحافظة على القيم ابص خلاص بقى احنا يعني السؤال ده ملأ الكتب وملأ كل الحلقات ده طبيعي عشان نعود ابنائنا عليه على اساس ان هم ما بياخدوش التقديم والتأخير غير في الصف السالح السنوي فهنا السؤال ده زيه او حاجة شبيهة به جات قبل كده في انتحانات اخر العام فلازم يتعودوا عليه ليس امامنا الا المحافظة لما تلاقي اي جملة تبدأ بشبه جملة سواء كان ظرف او جر ومجرور ده بيبقى خبر مقدم ومبتدأ بيبقى مؤخر طيب لو هي جملة ناسخ سواء انه اخواتها او كانه اخواتها ووراها جر ومجرور برضو بيبقى خبر انه او خبر كانه اخواتها مقدم هنا ليس امامنا امامنا ده ظرف خلاص هو ده الخبر بتاع ايه ليس امامنا الا المحافظة على القائم طبعا اسم ليس المحافظة هيبقى مؤخر بس مش عايز اخوط في المثال ده اوي لان المثال ده بيتحدث عن درس الاستثناء اللي هو او المستثنى بيلا اللي موجود في فصل الدراسة التانية فيعني من باب اولى ناجل اسئلة الاستثناء عشان بتبقى الجملة شائكة بالنسبة للطالب شوية لكن عموما الطالب عارفها ان امامنا ظرف جاية بعدها يبهي دي على طول الخبر بتاع مين ليسه المثال اللي بعده اخلولك السلام يا عم العالم سؤال جميل قوي انا اخد بالك انا هنا مش بحل انا بعلمك ازاي تحل عند تصويب الخطأ تصبح الجملة انا بستثمر الاسئلة اللي موجودة في ان انا اوظفها عشان اعلمك معلومة انت اول ما تبصلها في خطأ يبقى اول حاجة تشوف اخلولك اخلولك بترفع طب ما انا عندي السلام معلاش تشكيل خلاص خبرها لازم يجي جملة فعلية ما انا عندي يا عم العالم تدق داخل على حكم اكتران اخلولك اخلولك جيب كده اللي في دماغك اللي اربع لوحات اللي انا حددتهم لك يبقى اخلولك اوحرة بيجي بيبقى لازم يبقى فيه ان اه يبقى هنا لازم احط ان طيب انا عندي اربع جمل الجملة الاولى مش جايب فعلي اصلا جايب اسم وبقيت الجمل جايب ان نجيبهم كده بس هنا هو جايب لك ثلاث جمل كربونة بس فيه اختلاف بسيط والاختلاف ده هو المهم هي عندي هنا المصدر ده اسمه المصدر المؤول على فكرة اللي بيبقى انزق دي الفعل المضارع اذا ان هنا بتعتبر حرف مصدري اللي هو حرف نصب للفعل المضارع يبقى ان يا عمه هنا دمه هو مش مرفوع يا استاذ ان يا عمه هنا هتبقى سكون هو مش مجزوم يا استاذ يبقى القولة واللي بقى تحتها غلط يبقى هيدا هتبقى اخلاولاك السلام ان يا عمه العالم اللي عليها الفتحة فانت طبعا فيه طلبة بتحب ان هي تقول حاجات غريبة اللي هي بتتلكك بقى السؤال ده غلط يا استاذ ده جايب لي ثلاث جمل زي بعض كلهم ان يا عم ده اسمين اللي قالك الكلام ده مين اللي قالك الكلام ده بص كده للجمل هتلاقي اللي حطي السؤال يعني ده معلم يعني المفروض ان هو بالنسبة لك تبقى فاهم ان هو عارف بالزبط وبيعمل ايه قال تعالى المثال ده جميل اوي 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 وفيه فكرة وخد بالك هو صعب برضو اوي قال تعالى وان كان ذو عصرة فنظرة الى ميسارة خد بالك بقى هنا عشان تبقى فاهم الاية القرآنية دي النحو وضع النحو وضع عشان تبقى فاهم لفاهم القرآن اذا القرآن طبعا يعني حشى لله لن يخطئ الله سبحانه وتعالى في القرآن فالطالب هنا اول ما يشوف زو في بعض الطلبة تقول ان كان زو ان كان هو زو دي زو دي يا استاذ يا مفروض ان كان زا هقولك انت فهمت الجملة على قد ما عرفتك لكن الجملة ما تتفهمش كده هي زو عمتا زو عصراتي هنا يبقى ايزا هنا ده زو بمعنى صاحب تبقى دي من الاسماء الخامسة يبقى فيها واو تبقى مرفوعة طيب انا عندي اجابات في واحدة فيها ضمة مقدرة هسترعيدها يبقى هجيب كده مرفوعة وعلامة رفع الواو ولا اه التلاتة كلهم فيهم رفع علامة رفع الواو تعالى نصنفهم كده الاول وان كان ان دي ان شرطية ان شرطية اخد بالك اداة الشرط الجازمة اذا هنا خبر ان مرفوعة مستبعدة حيث ان انا اقول خبر ان لان ما فيش علاقة ما فيش ان هنا اصلا لان دي ان شرطية تدخل على الجملة الجمل الفعلية فعل الشرط وجواب الشرط تعالى بقى نشوف هي اسمي كان مرفوع ولا فاعل مرفوع طب لو هي اسمي كان فين خبره هنا وان كان ذو عصرات ذو عصرات هنا خد بالك لو شلت كان هيبقى ذو وذو بيجي وراه مضافئ ليه ما ديتش معنى جملة خلاص هي فاعل طب المعنى يا استاذي المعنى هنا اذا انت وجدت يعني وان وجدت ها شخص مدين متعسر ادي له فرصة لما ربنا يسرها ايه عليه يبقى كان هنا بمعنى وجد فهنا اللي هي بمعنى وجد يعني او وجدت يعني اذا انزوه هنا هتبقى ايه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو سؤال زي ده كان كفيل ان ايه يلغبط الطلاب اللي فاهمه يلغبط اللي فاهم على فكرة اللي مش فاهم هيقول اسمي كان مرفوع لكن اللي فاهم اللي فاهم هيقول اذا هنا لازم بقى ايه يشوف المعنى القرآني طيب اه مثلا ببقى فيه مثال واحد في وسط امثلة وفيه فكرة عالية مش مشكلة لكن فيه بعض الامتحانات لقيت فيه مثلا اربع اسئلة من سبعة افكارهم عالية او بل فيه بعضهم افكارهم مش موجودة عند ابناءنا الطلاب يعني قواعد لا يدرسوها فبالتالي اه لا يعني رفقا بابناءنا القوافل التعليمية عظيم اثروها اه حاجة يعني ما بنقش وضعية السؤال لاني طبعا بعض الزملاء طبعا هنا عظيم اثروها هنختلف بقى فيه اللي هيقول عظيم دي صغة مبلغة وفيه اللي هيقول عظيم دي صفة مشبهة ايا كان الوضع هي في جميع الحالات هي هنا عاملة القوافل التعليمية عظيم هنا اثروها يبقى اذا هنا العمل بتاعها ايه ان العظمة في الاصر يبقى الاصر هنا فاعل القوافل التعليمية اثروها عظيم هنا اثروها عظيم خد بالك المثال ده شائع بيجي كتير عظيم اثروها اثروها عظيم فياض فياض علمها ها علمها فياض خلاص على طول لو جاب الكلمة اللي فيها ضمير في الاخر بعد المشتق يبقى اذا هتكون فاعل في الغالب ولو عكس هتكون ايه بقى هتكون مبتدأ ثاني لان القوافل المبتدأ هنا اول والتعليمية نعت واثروها مبتدأ ثاني وعظيم خبر المبتدأ الثاني والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ الاول يبقى الاجابة هتبقى فاعل ومبتدأ يا استاذ ده مش كاتب مبتدأ ثاني خلاص هي الاختيارات اللي عندي كده اوظفها ما فرقتش يعني ما هو معروف يعني الطالب لازم ما يبقاش يمسك في الايه في الامور الصغيرة ديه طيب هنا فاعل ومبتدأ المثال اللي بعده ان في اتقان العمل فائدة مرجوة هنا عايز اعرف بقى مرجوة اهو ده السؤال اللي كنت بقال لكم عليه مرجوة وجيفه محافظة سهاج معرفش بقى قدرت ايه بصراحة مرجوة اسم المفعول فعله ايه هنا مرجوة الاول مادئيا اسم المفعول لازم بقى اوله ميم هو الماء مرجوة الميم مفتوحة يبقى ده سلاسي خلاص وانت مغمد يبقى ده سلاسي مرجوة شيلت تهي المربوطة بقت مرجوة عشان هتاخد الاسم المفعول على اصله على حالته في المذكر اذا مرجوة ده زي مدعوة يبقى من الفعل رجاء يا استاذ رجاء ايه يا استاذ يعني انا هاخد رجاء ما انا عندي رجاء ورجية ورجية وارجاء استبعد ارجاء ده خالص تعال هنا بقى هو لازم يكون مبني للمجهول انا قلتلك مدعوة دعية مهدي دعية طب ايه استاذ انا عندي رجية عندي اتنين زيبعد لا دي رجية والتانية رجية فيها ايه فيها تشديد ماشي او رجة فالتشديد ده هنا خلاها مش سلاسي اذا هنا هاخد الفعل السلاسي اللي هو رجية وهيبقى تيه الاجابة الصحيحة بعد كده السؤال ده حلو اوي 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 وسؤال رغم طبعا انا ما عرفش هو يعني ابنائنا فيه اللي بيعرف يحل وفيه اللي ما عرفش هنعرفكوا تحلوه زي دلوقتي بس يا صعوبته صعوبته مش في طريقة حله فقط هقولك الصعوبة جايف ايه ده كشف في المعجم ثقة وميناء وميدان هو جايب كلمات فيه كلمات يعني بتبقى صعبة عالطلاب يعني زي كلمة ميناء اولا هنا عايز بقى مش عايز الكشف ده عايز ترتبها بقى انت عشان تكشف لازم ايه عشان ترتب لازم تكشف تعال كده نشوف هي ثقة جاية ايه اكتب كده معايا ثقة جاية من وثقة يبقى واو ماشي ثاء قاف خلاص وميناء جاية منين هي دي بقى الكلمة اللي الطلبة بتتلغبت فيها ميناء جاية من وانية كلمة ميناء من وانية ما بتبدأش بالميم زي انت وممعتقد ميناء من وانية بتبدأ بالواو اذا وثقة ووانية وميدان من ايه من مية ده اه يبقى عندي واو واو وميم الكلمات مرتبة في المعجم حسب الترتيب الابجدي اه يا استاذ بس انا مش حافظ الف به دي قصتك بقى حاول تحفظها دي جات في سؤاله هو عليه درجة الف با لازم تبقى حافظ الايه الابجدية عشان تعرف الترتيب هسأل بقى نفسي وثقة وانية ما يده من الاول الواو ولا الميم طبعا الميم يبقى اول كلمة هتبقى ميدان يبقى هستبعد الحاجات اللي ما فيهاش ميدان يبقى اول كلمة ميدان طب بعد كده عندي بقى اتنين بالواو وثقة وايه وانية طب الواو وراها ايه ناخد الحرف التاني لان انا بقول باب وفصل وراها ثاء والواو التانية وراها نون الثاء الاول طبعا قبل النون يبقى ميدان ثقة ميناء هي دية الايه التلت كلمات انا عايزك كده تتبارى في ميدان العلم ويكون لديك ثقة في الله سبحانه وتعالى وترسو على ميناء النجاح والتفوق باذن الله وخلي بالك ميناء التفوق والنجاح عندنا هنا في سر التفوق او مدرسة على الهواء طيب محافظة الاسكندرية طبعا من قبلي لبحري عشان خاطر الاجواء كده ما تبقاش بردة يبقى فيه شوية نلطف كده بنسمة هوا الكلمة الطيبة مانحة صاحبها الخير كله اعرب ما تحته خط فيما سبق هنا بقى وعايز كلمة الخير انت كده بالصليقة بالفطرة الكلمة الطيبة مانحة صاحبها الخير يعني هتمنح اي طالب يقولك هتمنح صاحبها ايه تمنحه يبقى الخير يبقى الخير مفعول به تمام يبقى كلمة نعت وحل دي مستبعدة اصلا عشان تبقى فاهم لان الخير اصلا معرفة بقال وهي معرفة والحل ناكرة دي حاجة الحاجة التانية ما تنفعش نعتة اصلا ان هي بتوصف مين خلاص هي مفعول به يا استاذ طب ايه مفعول به لفعل محزوف احنا ما خدناش يا استاذ اي دروس فيها مفعول به لفعل محزوف لان الكلام ده ما مرش علينا الكلام ده ممكن يمر عليك لو جي في يوم الايام خدت اسلوب الاغراء واسلوب التحذير لو خدت الضمائر الايه اللي هي مثلا في محل نصب وممكن تلاقي المفعول به اللي محزوف في الكلام ده لو خدت اسلوب الاختصاص ماشي انت ما خدتش اي حاجة من الكلام ده يبقى مستبعدة تعال بقى نشوف الجزء التاني مفعول به ثاني من باب اعمال المشتق والله والله يشكره يشكره فعلا ان هو ايه بيلفت نظرك انا فكرة اصريت ان انا اكتبها هو بيلفت نظرك هنا في السؤال ان الخير دي معمول لمشتق تعال كده نرجع كده بالذاكرة الورى الكلمة الطيبة مانح 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 دي يا استاذ اسم فاعل من فعل بينصب مفعولين يبقى هيرفع فاعل وهيرفع مفعول به اول ومفعول به ثاني تعال كده مانحة من اللي مانحة هي ليه الكلمة الطيبة يبقى ضمير مستاتر هتمنح ايه صاحبها ده المفعول به الاول هتمنحه الايه الخير يبقى الخير مفعول به ثاني من باب اعمال المشتق خد بالك احنا وقتنا مش هكفي كل الاسئلة لسه الحلقات ممتدة الحمد لله وهنبقى نحل اسئلة تانية ان شاء الله في حلقة اخرى بس احنا ناخد لغاية وقتنا ما ينتهي كلمة واعون نوعها اسم فاعل من الفعل وعا ولا اسم فاعل من الفعل وعا ولا اسم المفعول ولا ليس مشتق زي ما علمتك واعون دي مش اولها ميم ومش من اوزن سيغة المبالغة اوزنها واعون فاعون ماشي هات مفردها كده اللي هي واعي يعني فاعل خلاص فاعل واعي شي للالف يفضلك وعا ده فعل سلاسي يبقى هنا واو عين اه الالف اللينة بقى اللي هي الالف هنا اخد وعا ولا وعا يا استاذ وعا دي غير ايه الاول هاحزف هستبعد اسم المفعول واستبعد كلمة ليس مشتق هاخد بقى من الاجابة بتاعتي هتبقى اسم فاعل من الفعل وعا يبقى هي دي الاجابة صحيح اصبح العاملان كلاهما مقدس مقدس الايه العمل اصبح العاملان كلاهما مقدس العمل دخل لبالك السؤال ده هيبقى واجب السؤال ده هيبقى واجب ولو في وقت هخلي طبعا مخرجنا ما يجيبش الشاشة طيب خلاص يبقى هو ده السؤال ده اخر حاجة ده سؤال واجب كلاهما هنا خبر اصبح ولا توكيد معنوي مرفوع ولا توكيد معنوي مجرور ولا مبتدأ مرفوع خد لقطتك وفكر في سؤالك واكتب لنا في تعليقاتك اشكركم ابناء العزاء على حسن استماعكم اشكر زملاء العاملين بقناة مصر التعلمية على جهديم الوفير واسأل الله عز وجل ان يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وان يكون النجاح حليفكم دوما ايها الابناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته